أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة مدنية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين ذلك الكتاب لغيب في هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أمصرهم غشوا ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آملوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مسلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في تغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما رمحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مسلهم كمسل الذي استوقد نارا فلما أضاءتنا حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبسرون سم بكم عمي فهم لا يفجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يختف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قابوا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدين يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنذل من السماء ماءا فأخرج به من السمرات رزقا لكم فلا تدعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النرلة وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنة تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من سمرة الرزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج متحرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مسلا ما بعضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مسلا يدل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يدل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوسل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أموة ثم أحياكم كيف تكفرون بالله وكنتم أموة فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوى هنا سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يرسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صدقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئوهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكترون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبتوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ناها ماها ترو ما وہ حنو 하는 دس من gear السلام امن دو مني هدا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحجنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحابنا لهم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي سمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وات الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتنون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاكوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجذي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يزبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذا فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنزرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتموا العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تاتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جارة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنزرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبة ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغة ودخلوا الباب سجدا وقولوا حتة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استزقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه سنتعشر تعينا قد علم كل أناس ما اشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بطلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستمدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبتوا مصرا فإن لكم ما سأنتم وضربت عليهم الظلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفلون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتذون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابعين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم اخذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكمتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتذوا منكم بالسود بقول ما لهم كونوا كردة خاسئين فجعلنا هانا كالا لما بين يديها ومغربها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبعوا بقرا قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارد ولا بك عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة سفرا فاكع لونها تسر نازرين قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابها علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير العوض ولا تسقي الحرس مسلمة لا شئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربوه ببعدها كذلك يحله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وأشد قصوى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بظافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يعرفونه من بعد ما عقدوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا وإنهم إلا يذنون فغيل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به سمنا قليلا فغيل لهم مما كسبت أيديهم وغيل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أيما معدودا قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عده أم تقودون على الله ما لتعلمون بلى من كسب سيئة وأحطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميساق بني إسرائيل لن تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسنا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقموا الصلاة واتو الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معلدون وإذ أخذنا ميساقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من ذيالكم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم ينبيالهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارة فاتوهم وهو معرم عليكم يخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خذهم في الحياة الدنيا ويوما القيامة يردون إلى أشد العذام وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم منسرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مليم البينات وإيدناه بنوح القدس أفكلما جاءكم رسل بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقدرون وقالوا قلوبنا بنف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم وعرفوا كفروا به فلعنت الله على الكافرين بإسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أندل الله بغيا أن ينذل الله من فضله على من يشاء على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أندل الله قالوا نؤمن بما أندل علينا ويكفرون بما وراء وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم نوسى بالبينات ثم اتخذتم العيل من بعده وأنتم ظالمون وإن أخذنا ميساقكم ورفعنا فوقكم التون كذوا ما آتينكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من ذن الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم الله عليهم بالظالمين ولتلدنهم أحرص الناس على حياه ومن الذين أشرقوا يود أحدهم لو يعمل ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب إن يعمل والله بصير بما تعملون والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبذيلا فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وغدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميك لفإن الله عدو للكافرين ولقن أنزلنا إليك آيات بينا وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما أخذوا وحدا نبذهم فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءه رسول من عند الله مصدق لما معه نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهرهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتم الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس سريا وما أندل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحدهم حتى يقولا إنما نحن بثة فلا تكفرين فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضادين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يدرهم ولا ينفعهم ولقد معلموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبإنس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبت من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رعنا وقولوا انذرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يغتس برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها أو نأت بها خير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدين ألم تعلم أن الله له منذ السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصين أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبله ومن يتبدل الكف بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب ليردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا واسفهوا حتى ياتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا زكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بص وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصرا تلك أمانيهم قل هات برهنكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجله عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت النصر ليست اليهود على شيء وهم يتنون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم وينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم منع مساجد الله أن يذكر في اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم إن يدخلوها إلا خائف لهم في الدنيا كذي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشج والمغرين فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بله ما في السماوات والأرض كل لهم قانت بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكن وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله ومتاتين آياء كذلك قال الذين من قولهم مثل قولهم تشابعت قلوبهم ودبيننا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولن نصر حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أخواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصين الذين آتيناهم الكتاب يطلونهم حق تلاوة أولئك يؤرن به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل ذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينسرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنى واتخذوه من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن تخرى بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجون وإذ قال إبراهيم ربي جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أبطره إلى عذاب النام وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم قواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السمي العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وألنا مناسكنا واتوب علينا إنك أنت الدواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يطلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب الحكمة ويذكيهم إنك أنت العديد الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسا ولقد استغيناه بالدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين فوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله استفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب المرون إذ قال لبنيه ما تعبد من بعد قالوا نعبد إليك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسعق إله واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد غلط لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كنوا هودا أو نصارة تدوك البلملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشتكين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمسلم ما آمنتم به فقد تذوى وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبغة الله ومن أحسن من الله سبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله وما الله بظافلين عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم